كثفت رئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من عمل الروبوتات العاملة بدكاء الاصطناعي الخاصة بتعقيم ومكافحة الأوبية وتوزيع مياه زمزم في المسجد الحرام بتزامني مع انطلاق خطة الرئاسة لاستقبال حجاج وضيوف بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة وتعمل الروبوتات بالذكاء الاصطناعي وفق خرائط مبرمجة وتغطي كافة أنحاء المسجد الحرام وذلك عبر مسارات محددة لتشمل صحن المطاف والمسعى وكافة مرافق المسجد